السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح رب تكونوا بقى الفخير وصحة وسلامة ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحقق لكم كل اللي انتم بتتمنوا نقار ده جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وهو زيادة انتاج البيت بهذا الدواء البطري الساحر الدواء ده تأثيره على انتاجية البيت تأثير خارق بكل ما تحمل الكلمة من معنى ليه بقولك انه تأثير خارق لانه خليط من الاملاح المعدنية والفيتامينات اللازمة للطيور وسعره بسيط جدا انت هتشتري اصلا عبوة 100 جرام عبوة كيس كده في 100 جرام فانت مش هتشتري كمية كبيرة وسعره بسيط جدا وموفر جدا بيعالج مشاكل كتيرة مش بس نقص انتاج البيت خد بالك بيعالج مشاكل كتيرة جدا 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 ومش بس بيستخدم للطيور لا ده كمان بيستخدم استخدام بطري بشكل عام حيوانات كمان ماشية اغنام فانت ممكن ايه تستخدمه بشتى الطرق وفيه يعني مناطق كتيرة جدا غير زيادة انتاج البيت ايه الدواء ده وتقدر تستخدمه ازاي ده موضوعنا النهاردة لكن ابلاقي حاجة اعمل لايك على الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول هذا الدواء خليط من افضل الاملاح المعدنية او اهم الاملاح المعدنية او اهم الفيتامينات للطيور بتاعتك يعني مثلا الكالسيوم تمام الكالسيوم ده حاجة احنا المفروض ان احنا بنقدمها كل يوم للطيور لكن فيه ناس بتتكسل بتتخازل بتقولك لا انا مش هقدم النهاردة تكسل تقدم حجر جيلي تكسل تقدم اكلات فيها كالسيوم تروح على طول تستخدم هذا الدواء لان الدواء ده فيه كالسيوم بشكل كبير وبيعزز الكالسيوم في جسم الطقر وبيعالج اي مشاكل تتعلق بنقص الكالسيوم مش بس زيادة انتاج البيت لا الكساح اللين العظام تمام لو فيه نقص فوسفور في جسم الطقر الدواء ده بيعالجه لان الدواء ده فيه فوسفور لو فيه انيميا في جسم الطقر الدواء ده بيعالج الانيميا لانه فيه حديد تمام لو فيه ضعف خصوبة ضعف فيه خصوبة الديوك او الفراخ البياضة الدواء ده بيعالجها بمنطقة البساطة ليه لانه شيء واضح جدا من كل المكونات اللي فيه سواء املاح او تقدر تقول فيتامينات مختلفة ان هو بيعالج كل هذه المشاكل يعني بيستخدم بهذا الصدد بشكل واضح جدا 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 تمام ده بالنسبة ايه لبعض استخداماته خد بالك ده مش كل استخداماته يعني هو من اهم استخداماته برضو تحسين جودة قشرة البيض قشرة البيض ايه قشرة البيض دي طبعا كلنا عارفين ان في بعض الفراغ بتبيض البيضة تكون ايه شرتها ضعيفة شرتها مجعادة مش ملساء مش نعمة مش موجودة اصلا في بيض اسمه بيض بريشت اللي هي البيضة اللي بتبقى مش موجود شرتها اصلا دي بتبقى بيضة ضعيفة اصلا وبتنزل سائلة كده مكسورة من رحم الفرخة فمهم جدا ان انت تراعي كل هذه التفاصيل في الدجاجة بتاعتك تمام دي كل فائل الدواء بس لسه في فواية تانية طبعا بالتفصيل هنقولها بعد ما نقولك ان هذا الدواء اسمه ديكال فوس ديكال فوس 100 جرام مكتوب عليه تفادي الكساح ولين العظام ضمان صلابة قشرة البيضة تجنب هشاشة وضعف خلايا كرات الدم الحمراء نتيجة نقص عنصر الفوسفور مكتوب عليه الجمل دي من فوق كده ايه بخطة ابيض والكيس نفسه الخلفية بتاعته لونها احمر تمام واتلاقي مكتوب ديكال فوس بالعربي وبالانجلش بلون بنفسيجي حلو اصلا اصلا ده موجود فين موجود فيه القاهرة ومصنع من القاهرة يعني حاجة مش مستوردة يعني هو موجود ويه يعني حاجة مصرية يعني عشان الناس اللي بتدور على الحاجات المصرية تمام سعره مش غالي بالنسبة للفايدة الكبيرة اللي تاخدها منه وبالنسبة للاستخدامات المختلفة اللي تقدر تستخدمه فيها تمام قبل ما نقولك ازاي تستخدمه محتاجين نأكد على تفصيلة مهمة جدا وهي هتستخدمه فيه يعني امتى الطائر بتاعك يبقى محتاج هذا الدواء الطائر بتاعك لو عنده نقص انتاج بيت بشكل مباشر يحتاج هذا الدواء ايا كان سبب نقص الانتاج ايا كان سبب نقص الانتاج مع عدل مشاكل المرضية اللي مش بيعالجها الدواء ده قد بالك عشان تبقى فاهم معي لو مثلا الطائر عنده انفلونزا طيور تمام عنده برد عنده مشاكل برد الدواء اللي احنا بنقولك عليه ده ممكن تستخدمه في الوقاية ضد هذه الاشياء انما علاجها لأ العلاج تروح تشتري ادوية واعشاب العلاج البرد ومشاكل البرد تمام ده بالنسبة لهذه التفاصيل لو الطائر عنده مشاكل في المعدة الدواء ده ممكن برضو يعمل وقاية بس لو في بكتيريا مش هيترودها فانت تروح تعمل ايه تروح تعالج المشكلة دي في الاول بعد كد تستخدم هذا الدواء لزيادة الانتاج لكن بشكل عام هو بيعزز كل المكونات والعناصر الغذائية المسؤولة عن انتاجية البرد سواء كالسيوم سواء فوسفور سواء حديد سواء زنكل الخصوبة سواء اي فيتامين او معدن او ملح معين تمام مفروض انه يتواجد في جسم الطائر بيتم تعزيزه عن طريق استخدام هذا الدواء طيب بنستخدمه ازاي قلت لك العبوة كيس كيس كده صغير الكيس ده في ميت جرام ميت جرام حلو الميت جرام دول بمنتهى البساطة حضرتك ممكن تستخدمهم لمرات كتيرة وهيوفروا معك يعني هيوفروا معك بش هتحس ان انت صرفت خالص باي شكل الميت جرام دول انت ممكن تاخد منهم خمسة جرام بس خمسة جرام بس من الميت جرام تحطهم على كيلو العلف هو بودر بودرة تمام؟ تحطهم على كيلو العلف وتخلط العلف جيدا الكيلو ده بي الخمسة جرام من هذا الدواء وتقدموا لي الطائر مرة في الاسبوع مرة واحدة في الاسبوع لو الطائر مش بيستجيب بالشكل ده ممكن تتقدموا كل يوم لحد الشفاء على حسب برضو حالة الطائر لو الطائر عمده مشكلة مرضية زي نقص يعني ضعف في العظام او نقص جامد في الكالسيوم نقص جامد في الفوسفور تمام؟ مشكلة جامدة زي لنا العظام او الكساحة والكلام ده كله لا استخدموا كل يوم لحد الشفاء نقص انتاج بيض ممكن تستخدمه يوم او يوم لا او مرتين في الاسبوع بالطريقة دي كده هتقدر تاخد منه اكبر الفوايد باذن الله تمام؟ هذا الدواء اللي هو ديكالفوس يعني مضمون ومثوق ومجرب وانا بقول لك ده عن تجربة الدواء ده فعلا بيخلي الطيور بتاعتك تروح في حتة تانية خالص من ناحية انتاج بيض انتاج البيض بيروح حتة تانية خالص حتة تانية خالص حتى لو ما عندكش مشكلة نقص انتاج بيض الدواء ده هيعزز قدرة الطيور على انتاج البيض اكتر واكتر فتلاقي الطيور بتاعتك بتنتج اكتر تلاقي الطيور بتاعتك بتقاوم الامراض اكتر تلاقي الطيور بتاعتك اه نادرة لما بتصاب باي مرض من الامراض فحاول تستخدمه على اي حال كده كده هيفيدك وكده كده هيزود انتاجية البيض ده كان الفيديو بتنساش تعمل لايك على الفيديو اشتراك في القناة تفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة والبقاول نشوفك على ألف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته